طيب بعيدا عن هذا الملف اللي هن يكون عندنا مناشة فيه مهمة في حلقة الليلة لكن كمان مع هذا الامر الملف الكروي للنادي الاهلي بقى مليء بالتحديات اربع بطولات الاهلي بيقاتل فيها في آن واحد بل في ايام واحدة واسبوع واحد لان الاهلي فرغ من بطولة افريقيا بعد ان تأهل الى دور التماني على حساب الهلال السوداني دخل مباشرة في بطولة كاس مصر النسخة الماضية والحمد لله قدر يحقق فوز مهم جدا على برامج ويتوج ببطولة كاس مصر للموسم اللي فات اللي هو بيسموه الموسم الصفري اه 21-22 لكن انت دخلت طيبين انت كاس مصر بعد ما خلصت هذا التحدي في كاس مصر ده اهل الاهلي عشان يواجه الزمالك يوم 5-5 والنهاردة مجلس ابو ظبي الرياضي اعلن عن استضافة السوبر المصري يوم 5-5 ساعة 6 ونص مساء بتوقيت القاهرة 8 ونص بتوقيت ابو ظبي على استاد محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية قلتلكو يوم الجمعة 5 مايو ده كاس السوبر اللي انت تأهلتله نتيجة التدويجك بكاس مصر لكن فيما بين الاثنين بطولة الدوري تبقى البطولة الكبيرة المهمة اللي الاهلي بيقاتل من اجل استعادة اللقب بتاعها فخلص خلص بطولة افريقيا خلص كاس مصر تأهل لمباراة السوبر دخل في الاستعداد لمباراة فاركو غدا في بطولة الدوري الاهلي بيسعى جاهدا لتعزيز صدرته لبطولة الدوري عنده امل كبير استنادي مارسل كولر انه يحاول يحسب البطولة مبكرا عشان ينبه لاستعادة الصدارة هو يعني على اساس انه فيوتشر هو لعب اربعة ما تشاطة كتر منه لكن تسبقه الفور امان فاركو يخليك ترجع في الصدارة تاني الهدف الكبير عند الاهلي انك انت السنة دي تحسم البطولة بدر شوية لكن انت لو قدرت ان شاء الله تعالى تعزيز صدرتك تستعيد صدرتك عشان المهندس عادلة ما يزعلش تستعيد الصدارة وتعزيزها وتحاول تقطع شوط كبير لان الحياة وانت بتقاتل على كل الجبهات دي تبص تلاقي التداخل كتير والتداخل ده يا جماعة على المستوى الزهني والمستوى الفني مجهد جدا مش بس من الناحية البدنية لانه كل بطولة لها حساباتها وكل منافس مختلف وكل مدرسة كروية انت بتوجهها لها سمات مختلفة في افريقيا غير الدوري غير حتى بطولة الكاس بالظروف بتاعتها فانت هتستعد بعد مباراة فاركو عشان تواجه ان شاء الله تعالى مباراة الرجاء البيضاوي المغربي او تاني يوم العيد على طول يعني ان شاء الله تعالى يوم السابت 22 عندك هذه المباراة فيما بينهم عندك مباراة مع اسموحة تخلص مع اسموحة تسافر للدار البيضاء ترجع من الدار البيضاء تطلع على ابو ظبي عشان تواجه الزمالك فلما تبص على الفترة القصيرة جدا حزبة اسبوع او عشر تيام تلاقي نفسك بتلعب في ثلاثة او اربع بطولات كمان في ان واحدة بشوان فيها سفريات يا جماعة الصفرات هي المشكلة هي الارهاق اللي محدش قادر يقيسه صح نتمنى ان الفترة دي اللي تجوزناه بنجاح يقترب الاهل كثيرا من تحقيق موسم استثنائي لان زي ما انت بتقول عما تتحرك افريقي محلي افريقي محلي وهكذا وكلها تحديات كبيرة جدا جدا ومنافسات ضخمة جدا جدا ولكن ايضا يلقى فيها الاهل ظروف عجيبة جدا جدا يعني ايه رأيك في اختيار الذي لا نطعن في احد ولكن هل من المقبول وان هناك شكاوى متبادلة في امام الفيفا بين الهلال والاهل والاهل والهلال ان يتعين حكم سوداني لمباراتك مع الرجاء احنا لا نطعن في كفاءته اطلاقا ولكن احنا حطين هذا الحكم تحت ضغط تحت ضغط في بلده قبل ما يكون تحت ضغط في الملعب عندنا حطين الدنيا كلها اذا اختبار الحكم ده وصفارته ممكن يحصل ايه كردود افعال تجاهها ونبتدي نبني قصص بعدها ما اغنان عن كل هذا يا كابتن عصام يا لجنة الحكام ليه بنعمل هذه التحديات الكبرى وهذه المقاذ غكور انا لما بقول ان عملين نخش في تحديات مش مفهومة كل يوم التاني لازم نناقش امر غريب ليه انا مش عارب ايه المشكلة ان الدنيا تمشي بشكل منطقي وطبيعي شوية هي عايزة احتجاج من نادي الاهلي عايزة فراسة عايزة صاز عصام وانت المسؤول عن هذا الملف في الاتحاد الفريق تتكلم على كابتن عصام عفتاح ايوة انت مش شايف ان فيه حساسيات انت ليه بتخلق هذه الحساسيات انت ليه بتحطها في مجال اختبارات يعني ليه دمال ويتقول لك مجالناش احتجاج انت بس عايزة توصل ايه ان انت تترصح والناس تحتاج ونبتدي تتعلق على الاحتجاج ليه ليه كل ده طب ولو المضع معكوس لو كانت اهل الهلال وعيلت له ماتش حكم مصري كان حيقبل الهلال هذا الكلام مش علشان ان احنا متوجسين في التحكيم لا احنا بنحط حكامنا في اختبارات ملاش لازمة وبنحط جمهرنا في اختبارات ليه ليه كل ده انا والله يا سيد زبرين محتار يعني ان كان عندك الحياة يعني لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي رئيسها راجل رواندي لكن هي متقسمة في الزوم بتاع القارة على حسب المناطق الملف في شمال افريقيا اللي بسقول عنه كابتن عصام عفتاح فهنا اهل مكة ادرى بشعابه اول واحد كان على تربست اللجنة المفروض يوضح ويقول انك عندك مشكلة في الاختيار نفسه اولا سببين سبب الاولاني الاهل عنده مشكلة افتعلها مسؤوله الهلال السوداني وقال انهم عملوا شكاوى واديكم شايفين المناخ العام فيه ازاي فبقى فيه توتر وفيه حرج موجود في المنطقة دي زاد من هذا الحرج ان نفس الحكم محمود اسماعيل علي السوداني كان لسه من يومين تلاتة بيدير مباراة لطلاع الجيش في ليبيا مع اهل طرابلس ومباراة انتهت بازمة كبيرة جدا مقذوف ناري او شمروخ اطلق من المدرجات الليبية على الحارس محمد شعبان حارس طلاع الجيش اصيبه اتنقل للمستشفى والحكم ما لغاش المباراة وما حافظش حق طلاع الجيش اللي اضطر ان هو ينسحب وما يستكملش المباراة لانه كان استنفذ التغييرات ماتشك مع زنبابوي طوبة اتقالك على المدرب فبالك بالحارس اللي يصابه وينقل للمستشفى والفريس تنفيذ تغييراته والحكم ما ينصفه ماتشك ناخد الجولة الاخبارية ويمكن ربنا يرزقنا بخبر يحللنا فده الجدل الكبير اللي موجود